احبائي بعض الملحوظات عن سر التجسد علينا انه نعرفها وندركها السؤال لماذا سر اولا سر لان التجسد هو عمل الهي لا يقدر عليه سوى الله الخالق لقد خلق الانسان على صورته ومثاله في القداسة والطهارة والبر والعفة فكيف للخالق ان يترك خليقة دون نجاة كما انه كيف للصانع ان يترك صنيعته دون اصلاح او كطبيب يترك مريضه دون علاج او اي اهتمام ثم سر لان التجسد بالحقيقة يفوك ادراق العقل يحتاج الى اعلان اعلان خاص يحتاج الى استنارة من الروح القدس مكتوب كل شيء قد دفع الي من ابي وليس احد يعرف الابن الا الاب ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له ثم احبائي سر لان ولادة المسيح كلمة الله من مريم ولادة ولادة عذراوية بدون زرع بشر على خلاف الطبيعة ثم انه سر لان اقنوم الابن بالذات قام بعملية التجسد الابن الكلمة اللوغوس لانه هو الخالق مكتوب كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ثم ايضا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة فانه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الارض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا ام سيادات ام رياسات ام سلطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل لاحظت احبائي ان هذه الكلمات قوية جدا المسيح الخالق اللي خلق في كل شيء كيف لا يستطيع ان يخلق انسان جديد او امور جديدة فهو الخالق بكتوب ايضا كلمنا يسوع عن الابن عن يسوع كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظم في الاعالي صائرا اعظم او افضل من الناس طبعا فمن اللائق ان الخالق يجدد ويخلق انسان جديد على نفس الصورة الاولى التي خلقه عليها التي فسدت للأسف التي فسدت بالخطيئة نعم انه سر لان الابن هو الخاص بالاعلان في الذات الالهية لانه مكتوب عن الله لا تقدر ان ترى وجهي لان الانسان لا يراني ويعيش كانت كلمات الرب لموسى اللي طلب انه يرى الرب وايضا الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منهم الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر ان يراه الذي له الكرامة والقدرة الابدية الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حدن الاب هو خبر انه سر لكنه انكشف واعلن لك ولي اعلن لنا وانا اصلي من كل قلب اقول له يا رب اكشف عن عيني حتى ارى عجائب من شريعتك اقول له يا رب افتح عيني حتى ادرك عظمت وتفوق هذا السر العجيب هذا السر العظيم حتى من خلال الاعلان ندرك كم احبنا الله وكم اهتم فينا هذا هو السر اللي اعلن الرب لك ولي ايضا اسمع ما قال الرسول بولوس لي انا اصغر جميع القديسين اعطيت هذه النعمة ان ابشر بين الامم بغنى المسيح الذي لا يستقصه وانير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السمويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة عبر عنه بولوس السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الاجيال لكنه الان اظهر لقديسين السر المكتوم منذ الذهور عرفنا به وأظهره لنا أحباء السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الاجيال عن غنى مجد هذا السر الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد وبالإجماع وفينا وفينا ترجمة نانسي قنقر